ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة اجتماعا لمتابعة مسارة عمل الخطة الاستباقية الطارئة للتعامل مع جدر القردة وذلك في مقر الوزارة وخلال الاجتماع شددت سعادتها على التزام وزارة الصحة ببذل كافة الجهود لحفظ صحة وسلامة المجتمع مبينة استعداد الوزارة للتعامل مع المستجدات الصحية الراهنة واتخاذها للاجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا ودوليا معضحة بان التقصي الوبائي مستمر للحد من فرص الانتشار حفاظا على السلامة العامة بعد رصد اول حالة قائمة للفيروس في المملكة كما تم خلال الاجتماع متابعة كافة الاستعدادات والاجراءات المتعلقة بالفحص والعزل والعلاج وتتبع اثر المخالطين والوقوف على ما تم تنفيذه من خطط وتدابير بهدف توعية العاملين الصحيين والمجتمع والية الابلاغ عن الخالات المشتبه بها لدى ادارة الصحة العامة إلى جانب جهود توفير التطعيمات المضادة ترجمة نانسي قنقر